هل في ميكروبات كمان بتنشط في الوقت ده بسبب الحرارة؟ ده هو للأسف ده بتنشط ميكروبات كتيرة جداً وقت الحرارة وخصوصاً الحاجات اللي هي فيها البيض بالزاد زي السلمونيلا والميانيز والكلامة اللي بيبقى فيها الحاجات دي لو تسبتها ست سبع ساعات حتبوص تماماً برى التلاجة وده اللي بيعمل لنا نوع من نوع زي التسمم بالظبط تسمم غزائي نازلة معوية حد يجي حرارتك شكوراً لسيب الأكل يعني لص سوى طول يبرد طول يبرد يبرد شوية هي يبقى فيه مثلاً حاجة فيها بيد ولا حاجة تروح على طول بايزة الأسف في شوات البكتيريا تتمع يتعامل شوات سموم حرارتك تاخد الأكل يبقى فيه سموم يحصل النازلة معوية وتبقى نازلة معوية شديدة لدرجة انك انت ترجية واسهال مستمر لدرجة الوصول للجفاف وده يمكن الحاجة اللي ما بقيتش موجودة عندنا شوية اللي هو الوعي أنا لما اجي لي حاجة برجع وبسهل ما ينفعش ان انا اضغط على المريض واقول له لا روح حاول بس تشرب أو تاكل لازم يتعلق لمحالين اعطاء ايوه ان انا اعرف ان هم مش هيقدر يشرب لو شرب هيرجع فدي الثقافة دي لازم تبقى موجودة ومفهومة عشان بقى انت في الامان ان هو المريض خد حقه في السوائل وفي الخد حقه وان هو ازاي عالي طبعا موجودة الحيوية ده السلاح التاني يعني السلاح الاولاني ان انا بعوض السوائل اللي راحت السلاح التاني ان انا بدي موجودة الحيوية اللي هي ناسب طيب بنا محجبت السيلة المضادات الحقوية احنا عملنا هنا كذا حلقة على الابيوز سوء استعمال المضادات الحقوية وان في نزلات كتير سواء نزلات تنفسية او معاوية بتبقى فيروس تمام فبرضه عايزين ندي كده جايدلاين او ارشاد للناس قبل ما يروحوا للدكتور ان هو يعني في نسبة من هذه النزلات فيروسات صح فهنا يفرع ازاي ولا لازم الدكتور هو ليفرع مش هيقدر يفرع المريض يفرع مش هيقدر يفرع هو هيقدر ان هو يقول ان انا تعبان لكن عدد المرات الاسهال والترجيع بيعرفني مدى خطورة الوضع لما اعمل اسهال عشين مرة صعبة شوية لما اعمل عشين مرة وفي نفس الوقت تصدق مثلا حوالي 7-8 مرات كيف مستمر لا الراجل هيدخل في جفاف عنيف مع شوية سوائل ازايات السوديوم وتاسيوم فممكن يبتدي يحصل لنوع من انواع الرغبطة في ضربات القلب وادخل بقى بسكة تانية خالص غير السكة الوفودة انها تدخل فيها فهي حكاية الفيروس او الفيروس بس بتبقى يعني دائما وابدا اولا الحرارة بتبقى دائما لو جريد او حاجة بسيطة لما بلاقي الحرارة عالية بلاقي السمية بتبانى على العيان شكل العام شكل العام يبقاش مريح ده اللي ساعتها ما باستناش يا فنة ما اقدرش استنى لانا لو استنيت انا ممكن افضل حيات العيان وهنا بدي له بقى حوالي ده ساعتها بدي حوالي هو بيسموها برود سبكترم او مجال بتاع حواسع عشان اقدر اغطي اكبر عدد ممكن من ميكروبات ترجمه الكتير من قد رد شبكتور مجال ترجمه اشعر